اللافة قرية ذات الجهاز الدوري المفتوح والمغلق جهاز الدوران المفتوح يوجد في معظم النواعي مفصلية الأرجل بسائل يسمى السائل الدموي اللنفي عبارة عن دم وسائل نسيجي يعني الخلايا بها سائل أو الأنسجة بها سائل يختلط الدم والسائل النسيجي يسمونه سائل الدموي اللنفي عبارة عن دم وسائل نسيجي مخلوط سائل الدموي اللنفي انه يكون عديم اللون لا يحتوي على هيموغلوبين او اي صبغة تنفسية شنو يحمل الغذاء وما يحمل الأكسجين ليش ما يحمل الأكسجين لان ما عندي صبغة تنفسية او صبغة الهيموغلوبين ناخذ مثال علي الجرادة اللي هي مفصلية الأرجل من ضمنها الحشرات والجرادة من الحشرات جهاز الدوران من نوع المفتوح يعني الدم يطلع من القلب يروح لتجاويف دموية او تجاويف جسمية بداخل الجسم يدخل الى داخل الخلايا انه بيرجع مرة ثانية للقلب اذا القلب يروح عبر الاوعية منها منها وعاء انه بيروح للخلايا انه بيرجع مرة ثانية للقلب يعني يعبر الى داخل الخلايا سموا جهاز دوران المفتوح لانه القلب عبارة عن وعاء وهي التفرعات هاي اوعية انه بلأ تتوقف هاي تدخل الى داخل الخلايا سائل الدموي اللنفي يصير تبادل المواد الغذائية ويرجع مرة ثانية للقلب عبره فتحات يسمى الفوميمات بها صمامات اتجاه السائل الدموي اللنفي بتجاه القلب يعني بس ما يخلي يرجع وهاي عضلة القلب من تتقلص تنسد هاي الصمامات من تتقلص لح تتقلص عضلة القلب لح يندفع السائل الدموي اللنفي باتجاه الامام الاوعية من يتجه اتجاه الاوعية يروح الى المن الى داخل الخلايا الجسمية اللي يسميه تجويف دموي ليسا مو تجويف دموي لان عبارة عن سائل يعني سائل مالة الدم وسائل مالة الخلايا يسميه تجويف دموي يتم عملية تبادل المواد الغذائية ويرجع مرة ثانية عبر الفوميمات القلب بالجرادة عبارة عن انبوب ظهر الموقع هاي جرادة هاي جهة يسموها ظهرية وهاي جهة بطنية القلب هو عبارة عن انبوب مثل مضخة مثل ماطور يدفع عنا الدم للامام فاذا القلب يكون بشكل انبوب ظهر الموقع يعمل كمضخة يضخن السائل الدموي الى الامام انبوب مضخة فهذا وعاء طبعا من انبوب في أسل الدموي الان Kam po يلن انبوب فهي تنقض الجانبي وما نصيد الفميمات تحته على صمامات ما يتقلص عضلة القلب تنسد هاي الصمامات فالدم يصير باتجاه الأمام هذا الوحيد الموجود طبعا فيتجهي للأمام فالسائل هذا الدم والنوف يروح للرأس ويجيبه على الخلف منه هاي قناة هضمية هاي قناة هضمية إذن القلب من عندما يتقلص تنسد الفتحات الجانبية اللي يسموه الفميمات احتواها على صمامات يصير السائل الدم والنوفي للأمام يروح يروح للرأس ويوجد تجاويف هنا مثل تجاويف دائر ما دائل قناة هضمية ويوجد تجويف همه دائر ما دائل القلب فيدخل إلى داخل خلايا الجسم هذا السائل الدموي اللوفي إذن بعد ما يوجد يدخل هنا يتم عملية الغذاء موجودة القناة الهضمية ويرجع مرة ثانية إلى القلب عن طريق الفميمات هاي الفتحات يسموه فيعبر من اتجاه ابتجاه واحد ومرة ثانية هم عم يتقلص تنسد الفميمات يتجه السائل الدموي اللوفي للأمام أو الداخل الأحشاء الداخلية يسموه تجويف الجسمي وإن يصير عملية الغذاء تبادل بالغذاء والمواد يرجع مرة ثانية للقلب عن طريق الفميمات اللي تكون مفتوحة لأن يصير عملية تتقلص تنسد صمامات من يصير عملية ترتخاء هاي العضلة هذا القلب يفتحن الفميمات فيدخل هاي الفتحات فيدخل هناني السائل الدموي اللوفي شوفوا هاي هاي يسمونه جهاز دوران منوع المفتوح هذا القلب عند التقلص السائل يعبر منها يجيه ومنها يجيه للأمام يتفرع النوبة بعد ما كوعية يدخل إلى الخلايا النوبة مرة ثانية يرجع باتجاه الفتحات يسموهم الفميمات إذن هذا يسموه جهاز دوران منوع المفتوح لأن يدخل إلى داخل الخلايا جهاز الدوران المفتوح إذن القلب يضخن السائل الدموي اللوفي الأبهر الإمامي يروح تجاويف الجسمية اللي هي يحيط بالأحشاء ما بيرجع مرة ثانية عن طريق الفميمات اللي هي تمنع موجودة عدها صمامات تمنع رجوع الدم إثناء التقلص فيكون هذا اتجاه هذا هذا اتجاه هذا جهاز دوران منوع المفتوح يروح داخل الخلايا جهاز الدوران منوع المغلق موجود وين موجود بالديدان الحلقية مثال عليها دودة الأرض أو موجود هما بالأخطبوط وحتى موجود بالإنسان إذن يبدأ من دودة الأرض إلى أن يصل للطور الإنسان إذا موجود بالديدان الحلقية اللي هي دودة الأرض والأخطبوط إلى المرأة يعني متطور هذا جهاز دوران مغلق شنو هذا جهاز دوران مغلق هنا جهاز دوران مغلق الدم يسير داخل أوعية من القلب إلى وعاء يحمل الدم إلى أوعية أصغر أصغر يرجع مرة ثانية للقلب لا يدخل داخل الأنسجة بس يصير عملية أي خلل هنا بالأنسجة يصير جلطات فهنا جهاز دوران المغلق الدم يسير داخل أوعية متصلة بعضها مع بعض يرجع مرة ثانية القلب ومثل جهاز دوران المفتوح هذا لا يدخل داخل الخلايا الجسمية جهاز دوران المغلق موجود به السائل يسمونه الدم يتكون من خلايا دموية موجودة ب و بلازمة نشوف هذه دودة الأرض إذن تبدأ يوجد في دودة الأرض نبدأ جهاز دوران دودة الأرض عبارة عن خمسة أزواج من القلوب الأمامية أو أقواس أبهرية هنا خمسة ومدد جهة خمسة يسمون خمسة أزواج من القلوب الأمامية أو الأقواس الأبهرية هذه عبارة عن عبارة نابضة أيضا هي كما ضخها يصير اتجاه الدم بهذا الاتجاه اتجاه واحد أكون صمامات تمنع رجوع الدم فيكون اتجاه الدم باتجاه واحد إذن تحتوي ديدان الحلقية الحلقية أو دودة الأرض علي من على خمسة أزواج من القلوب الأمامية وسموه أقواس أبهرية هي عبارة عن أقواس باسم الضخمة شويتهم بوضهاية أو كمضخها تعمل تجاه واحد اللي احتوها على صمامات ضخنا الدم المن إلى وعاء يسموه الشريان البطني هذي يكون هاي قناة هضمية بالنص فهنا منطقة هاي الظهر هاي منطقة البطن فإذن هاي الأقواس الأبهرية تضخنا الدم اللي بداخله الدم موجود مثل يعني بيه خلايا بيه بلازمة فالدم الموجود به يعبر اتجاه واحد لإحتواء صمامات تخلي يتجاه اتجاه وين يروح المن إلى شريان البطني وعاء شريان البطني يتجاه هاي الجهة كذلك من يروح هاي الجهة لح Aloia كل خلايا الجسم حلقات الجسم إذن الوعاء الشريان البطني يتفرع إلى تفرعات جانبية في كل قطعة جسمية يعني هذا يتفرع منا يتفرع أها الجسمية كتفرع جسمية يتفرع إلى أوعية عملية تبادل غازي، عملية تبادل الغذاء، أخذ الفضاء ويرجع مرة ثانية إلى المن إلى وعاء ظهري يسمى الوعاء الوريد الظهري إذن هاي هنا يرجع هذا تجاهه كل قطعة جسمية ومرة ثانية لح يرجع المن إلى القلوب الأمامية أو يسمى الأقواس الأبهرية إذن الدم يسير بصوره متصلب يعني ما يدخل للخلايا بس يصير عملية تبادل غازي بينه وبين الخلايا ما يدخل الدم إلى داخل الخلايا لا يحدث تبادل غازي تبادل مواد أو الفضلات ويرجع مرة ثانية إذن مرة ثانية هاي يسموه دورة دموية جهاز دوران مغلق الدم يسير داخل أوعية متصلة بعضها مع بعض قلب هاي القلوب وعاء يسموه وعاء الشريان البطني الهنان هذو يسموه هم تفرعات جانبية يتم عمل التبادل إنه يرجع مرة ثانية إلى الوعاء الوريد الظهري هذا هذا اتجاهه مرة ثانية همه هاي الدودة ما دودة الأرض ما عندها جهاز سنفسي ما عندها رأتين شو يتم تبادل غازي و هنا موجوده أوعية موية كل مكان عن طريق جدار الجسم هنا الأكسجين يدخل داير ما داير الدودة كل داير ما دايرها موجودة طبقة مخاطية لصحي العملية تبادل غازي تاخذ الأكسجين تطي ثانية أكسي الكاربون إذن هنا الدم الموجود به هاي صبغات تنفسية تسهل تبادل غازي يحدث عبر جدار الجسم اللي يكون رطب والرطوبة هي الساعد على عمية تبادل الغازات شوف هاي القلوب نابضة تنبض هذا